موسيقى السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف التاسع نتابع في مراجعتنا لمادة الكيمياء ودرس اليوم سيكون مراجعة لطريقة كتابة المعادلات الكيميائية وموازنتها وطريقة كتابة معادلة إذا كانت معطاة كتابة بالغة العربية سنبدأ بتلاسة بعض الأمثلة الموجودة في الفصل الثاني فخلينا نتعرف بداية على أجزاء المعادلة الكيميائية المعادلة الكيميائية تقسم دائما إلى طرفين طرف على اليسار يسمى بطرف المتفاعلات أو المواد المتفاعلة وعندنا طرف يميني نسميه طرف النواتج أو المواد الناتجة فمتل ما نعرف أن المواد المتفاعلة تتحول إلى مواد ناتجة في عنا شرطين لحتى تكون المعادلة الكيميائية عنا صحيحة الشرط الأول أن العناصر ما بتتغير أثناء حدوث التفاعل الكيميائي فأنا هون عندي المواد المتفاعلة تحتوي على عنصر الصوديوم وعنصر الهيدروجين وعنصر الكلور فالمواد الناتجة هتكون نفسها أيضاً صوديوم وكلور وهيدروجين ما بصير أن يكون هنا في عندي صوديوم وهيدروجين وكلور أحصلها مثلاً على أكسجين وانيتروجين وحديد لأنه بهيك حالة يكون تغير نوع العناصر وهذا الشيء مستحيل في التفاعلات الكيميائية الشرط الثاني لحتى يكون في عنا تفاعل كيميائي صحيح هو أنه تكون عنا الذرات محفوظة عدداً بمعنى عدد ذرات كل عنصر بطرف المواد المتفاعلة يساوي عدده بطرف المواد الناتجة وإذا كان عدد ذرات عنصر بطرف لا يساوي عدد ذراته بطرف ثاني بلحالة مكون بحاجة لموازنة المعادلة خلينا ندرس بعض الأمثلة نتذكر فيه طريقة موازنة المعادلات هذا التفاعل اللي كنا عم نشوفه هون عنا التفاعل موزون منلاحظ هذا الشيء من هاي الأرقام طب خلينا نشوف هاي الأرقام من وين اجت خلينا نمحيها أول بهذا الشكل محينا الأرقام منلاحظ هون عنا التفاعل أو المعادلة غير موزونة شو السبب؟ خلينا نشوف الصوديوم هون في عنا ذرة واحدة هون ذرة واحدة فالصوديوم موزون إذا رحنا الهيدروجين منلاحظ هون في ذرة واحدة في حين انه في طرف المواد الناتجة في عنا ذرتين فطالما الهيدروجين ممتساوي بالطرفين فالمعادلة غير موزونة الكلور هون في عنا ذرة واحدة هون ذرة واحدة فالكلور متساوي بالطرفين ولكن كما قلنا طالما في عنصر واحد ما له موزون فالمعادلة كله ياتها غير موزونة طيب كيف ممكن انوازن التفاعل؟ في ملاحظة حكيناها كثير انو انا ما بيحق اللي مغير بالارقام يلي داخل المركب يعني انا ما فيني حطهم مثلا اتش تو سي ال فحيصير هون ذرتين هيدروجين وهون ذرتين هيدروجين لانو بهين الحالة منكون غيرنا تكافؤ المركب طالما غيرنا تكافؤه يعني عملنا تغيرات بني توقف ذرية وهذا الشي مستحيل فاذا الطريقة اللي هتوازن فيها المعادلة بتعتمد على تغير عدد الجزيئات يعني نحنا ما نغير عدد الجزيئات عن طريق الضرب بعدد قبل الجزيئات هون عنا المشكلة كانت بالهيدروجين هون عنا ذرتين هيدروجين هون في واحدة فاللي بيحسن اعمله انه هون حط اثنين فهي الاثنين اللي هتوزع على الهيدروجين وعلى الكلور فاذا كان في عنا ذرة هيدروجين واحدة نضربت باثنين صار في عنا اثنين هيدروجين وهون في اثنين هيدروجين فتساوي عدد ذرات الهيدروجين بالطرفين ولكن صار في عنا مشكلة جديدة يلي هي الكلور الكلور كان ذرة واحدة نضرب باثنين فصار في ذرتين بالطرف اليميني في عنا ذرة واحدة فصار هون اثنين طرف هون اثنين وهون واحد فصار في عدم تساوي بذرات الكلور فبدنا نضرب هون بالتنين كمان هاي الاثنين نحن توزع على السوديوم وعلى الكلور فإذا صار في عنا ذرتين سوديوم وذرتين كلور فتساوي الكلور بالطرفين ولهكن صار في عنا مشكلة كمان جديدة يلي هي السوديوم هون صار في ذرتين هون في واحدة فبدنا نضرب هون فهيكو نكون وازلنا التفاعل طيب خلينا ندرس التفاعل الثاني ونشوف كيف ممكن نتوقع نتائج التفاعل الكيميائي توقع التفاعل الكيميائي أو نواتج التفاعل الكيميائي بيتمد على فهمنا للخصائص الكيميائية للعناصر أحيانا الأمور بتكون سهلة وفينا نتوقع بسهولة أحيانا بتكون الأمور معقدة أكتر بشوي فبصير توقع نواتج التفاعل صعب فبهيكو حالة بدنا ننطر نحفظ المعادلة فلينا نأخذ مثال تفاعل السوديوم مع أكسيد الماكنيزيوم وتفاعل السوديوم مع كلوريد الألمنيوم فهذا التفاعل أول موجود عندي تفاعل السوديوم مع أكسيد الماكنيزيوم هذا التفاعل هو تفاعل بسيط بيعتمد توقعنا لنواتج هذا التفاعل على فهمنا للخواص الكيميائية لعناصر الزمراء الأولى فنعرف أنه عناصر الزمراء الأولى عالية الفعالية الكيميائية ونشاط الكيميائي أعلى من عناصر الزمراء الثانية فعننا الصوديوم من عناصر الزمراء الأولى والماغنيزيوم من عناصر الزمراء الثانية وعناصر الزمراء الأولى مثل ما ألنا عندنا نشاط كيميائي أعلى من عناصر الزمراء الثانية فبتحسن تزيحة من مركباته فاللي بيصير هون انه الصوديوم اللي حيتحد بالأكسجين اللي حيقوم بطرد الماغنيزيوم خارج المركب لحتى نحصل عليه بالشكل الحر فكخطوة أولى فينه يتوقع أنه نتائج التفاعل هي كالتالي فلما أننا شايفين الصوديوم حل محل الماغنيزيوم واتحد بالأكسجين ولكن في شي نائز هون هو أنه نحن نكتوصيها كيميائية صحيحة صحيح ارتبط الصوديوم بالأكسجين ولكن بدنا نشوف هل الصيغة اللي كتبناها صيغة صحيحة أم لا خلينا نذكر كيف كنا نكتب صيغة كيميائية صحيحة كتابة صيغة كيميائية صحيحة تعتمد على أنه نحن نكون حافظين رموز العناصر وحافظين لتكافؤاته فعن الصوديوم تكافؤ أحادي لأنه هو من عناصر الزمرة الأولى في الأكسجين تكافؤ ثنائي فطالما العنصرين ملون نفس التكافؤ فبهيك حالي بدنا نعمل تبادل تكافؤات فبصير هم في عنا 2 وهم في عنا 1 فإذن عدد ذرات الصوديوم هيكون 2 وعدد ذرات الأكسجين 1 مناعة الصيغة اللي عنا هي الصيغة خاطئة فبحاجة لتصحيح خلينا نصححها فهي تصير الصيغة بهذا الشكل معناته أكسيد الصوديوم الناتج هو Na2O وليس NaO طيب كخطوة أولى معناته حطينا الصيغة الصحيحة الخطوة الثانية أنه نشوف المعادلة هل هي معادلة موزونة او لا فخلينا نشوف هون عنا الصوديوم واحد هون 2 فإذن المعادلة هنا موزونة فهي بحاجة لموازنة لنا هون في عنا ثرتين صوديوم هون واحد فلاحنا نضرب هون باتنين الماغنيزيوم هون واحد هون واحد فمتساوي بالطرفين الأكسجين هون واحد وهون واحد فمتساوي بالطرفين معناته الشغلة الوحيدة اللي بنا نعمله أنه مثل ما شفنا نضرب الصوديوم باتنين بهذا الشكل وهيكصار في عنا معادلة موزونة في عنا مثال ثاني هو تفاعل الصوديوم مع حامل الهيدروكلوري ليعطينا كلوريد الصوديوم وغاز الهيدروجين خلينا نشوف كمان شون فينا نتوقع هيك تفاعل فعنا الصوديوم نا وحامل الهيدروكلوري سيكتو اتسي فهون أيضا الصوديوم هو لو نشاط كيميائي أعلى من الهيدروجين فحيزيح الهيدروجين خارج المركب لحيرتبط الصوديوم بالكلور خلينا نشوف شو ممكن ينتوج عنا فهذا اللي متوقع انه ينتوج عنا مثل ما نشايفين الصوديوم حل محل الهيدروجين والهيدروجين طرد لخارج المركب تفاعل استبدال أحادي أو يسمى تفاعل إزاحة طيب الخطوة الثانية نتأكد هل الصياغ الموجودة عندي صياغ صحيحة عنا عنا الصوديوم تكافأ أحادي والكلور تكافأ أحادي فمنات الصيغة عنا هون هي صيغة صحيحة طيب خلينا نشوف الهيدروجين الهيدروجين حيطلع عنا على شكل غاز لأنه الشكل المستقر للهيدروجين لدرجات الحرارة العادية والظروف العادية هو غاز وغاز الهيدروجين مثل معظم الغازات تكون غازات ثنائية الذرة وليست أحادية الذرة فلما يخطر بالنا الهيدروجين سيكون غاز ثنائي الذرة الأكسجين ثنائي الذرة النتروجين ثنائي الذرة غاز الفلور أيضا ثنائي الذرة إلى آخره فمعنا تبدأ صحيح صيغة الهيدروجين هون نعملها ثنائية بهذا الشكل طيب الخطوة اللي بعدها مثل ما قلنا نشوف المعادلة اللي عندنا معادلة موزونة أو لا طيب هون عندنا الصوديوم واحد هون واحد متساوي هكلور هون عندنا واحد هون واحد متساوي ولكن الهيدروجين هون في عندنا واحد هون في عندنا اثنين فمعناتها المعادلة غير موزونة طيب مجردنا من عندنا المشكلة هون كان ي النظر هون اثنين ينظر هنا هناك صديم يوجد اثنين فصار في عنا هون هيدروجين هون في عنا هيدروجين ولكن هون صار في 2 كلور هون في 1 كلور فحنضرب هون ب2 ب2 ايضا لح توزع الصوديوم على الكلور فصار في عنا هون ذرتين كلور هون ذرتين كلور ولكن هون صار في 2 صوديوم هون 1 صوديوم فبنا نضرب ب2 هيك التفاعل لحينتوج عنا فمعناتها اذا حسنت اتوقع نتائج التفاعل بعد ما نربط العناصر ببعضك ومكليات التحد بدنا ننتبه للتكافؤات لحتى يكون في عندي معادلة صحيحة سؤال تفاعلات كيميائية ممكن يجي بهذا الشكل انه يكون عاطيني الطرف الاول من المعادلة بهذا الشكل ويقل لي اتمم التفاعل مع الموازنة وممكن يجي بطريقة تانية ما يكون كاتب لي الطرف الاول تصيغ يكون كاتب لي اسماء باللغة العربية وانا حولها لصيغ بعدين اكتب بقية التفاعل فخلينا نشوف بعض الامثلة بنموذج الاسئلة الوزارية فعنا مثلا باسئلة الـ 2012 الوزارية منلاحظ السؤال الثالث بي المقول عبر عن اثنين من التفاعلات لآتها بمعادلات كيميائية موزونة او متوازنة التفاعل الاول هو هيدروكسيد استوديوم مع ثناني اكسيد الكربون التفاعل بعده هو الماكنيزيوم مع رباعي كلوريد السيليكون والتفاعل الثالث هو غاز كلوريد الهيدروجين مع غاز الامونيا خلينا نشوف شو ممكن نكتب المعادلة بهيك حالة فهي المعادلة الاولى المطلوبة عنا ثناني اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الصوديوم طيب الخطوة الاولى اننا نكتب صيغ كيميائية صحيحة فعنا غاز ثاني اكسيد الكربون مركب مشهور صيغته معروفة هو ثناني اكسيد الكربون ثناني اكسيد الكربون ايضا هيدروكسيد الصوديوم صيغته معروفة ولكن فرضا انا انسيته ففيني انا استنتجها مثل ما انا اذا كنا حافظين الرموز والتكافؤات خلينا نشوف كيف عنا الصوديوم والهيدروكسيد هو ايون متعدد الذرات بيتكون من ذرة اكسجين وذرة هيدروجين فتكافؤ الصوديوم واحد تكافؤ الهيدروكسيد واحد فطالما التكافؤين متساويين فالصيغة ستكون بدون ارقام بهذا الشكل NA OH فبنكتب الصيغة بهذا الشكل فالقسم الاول من المعادلة كتبناه حولناه على صيار ظل عليه انه انا اكون حافظ المعادلة هذا التفاعل موجود عنا بالكتاب بالفصل الثاني اللي كان بيحكي عن عناصر الزمراء الاولى والثانية وهذا كنا عم نحكي عن تفسير تشكيل الطبقة او القشرة البيضاء على هيدروكسيد الصوديوم انه بسبب تفاعل غاز ثاني اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الصوديوم فكان يعطينا كربونات الصوديوم والماء هذا هو التفاعل هذا هو التفاعل فنتيجة التفاعل سيعطينا كربونات الصوديوم والماء مثل ما قلنا فهذا هو التفاعل كربونات صوديوم صيغة انا اي تو سي او ثري فهم اللاحظ كان فيه درتين صوديوم هون كان فيه واحدة لهذا السبب ضربنا اثنين للمازن التفاعل خلينا نرجع للاسئلة عن المعادلة الثانية هي تفاعل رباعي كلوريد السيليكون مع الماغنيزيوم فهذا هو التفاعل اللي عندي مثل ما قلنا نبدأ بكتابة صيغة المركبات عن رباعي كلوريد السيليكون نكتب صيغته اولا مثل ما قلنا دائما نكتب كل عنصر تحت منه رمزه او صيغته فالسيليكون هو اس اي والكلور سي ال فتكافؤ السيليكون نحن بنعرفه رباعي لانه هو من عناصر الزمراء الرابعة والكلوريد تكافؤ بيكون وحادي فطالما العنصرين اللون تكافؤين مختلفين فحيصير فيه تبديل بالتكافؤات فهون حيصير فيه عندنا واحد هون حيصير فيه عندنا اربعة فاذا المركب النهائي السيليكون ذرة واحدة فحطينا SI وكلور أربعة ذرات وكلور واصلا هو المركب اسمه رباعي ثلوريد السيليكون يعني هو عم يقوله انه فيه أربعة ذرات كلور ولكن كتابة الصيغة تعتمد على هذه الطريقة الماكنيزيوم عنصر حر ومنعرف الماكنيزيوم رمزه من عناصر الزمراء الثانية فاذا نكتب المعادلة فكتبناهم فهيك حولنا الكتابة بالعربي لصيغة كيميائية صحيحة بالاعتماد على التكافئة الخطوة اللي بعده هو انه نحسن نتوقع شو هيصير بالتفاعل هون التفاعل هات شفنا ب الزمراء الرابعة لما حكينا عن طرائق تحضير السيليكون فحكينا وقته انه السيليكون ممكن تحضيره بعدد طرائق ولكن الطرائق العادي بتعطينا سيليكون منخفض النقاوي فحط طرائق طنقية السيليكون هو يخلي السيليكون يتفاعل مع الكلور فبنتج عنا رباعي كلوريد السيليكون اللي هلأ استنتجنا صيغته الخطوة الثانية هي مفاعلة رباعي كلوريد السيليكون مع المنغنيزيوم فاللي بيصير هون انه المنغنيزيوم اعلى تفاعلية كيميائية واكثر نشاط كيميائي من السيليكون فبيزيحه خارج المركب وبيرتبط المنغنيزيوم مع الكلور خلينا نشوف كيف طلعت هيك الصيغ وكيف تمت موازنة المعادلة فاذا لنا المغنيزيوم هيحل محل السيليكون والسيليكون هيطلع على برها فاذا لنا هيك هيكون الناتج ولكن ضل انه نتأكد من الصياغ السيليكون هتكون صيغته اس اي وما بيكون ثنائي الذرة لانه ما له غاز السيليكون يكون مادة صلبة بدرجات الحرارة العادية فالصيغة هيك صحيحة بهذا الشكل بالنسبة للام جي سي ال 2 يعني هو كلوريد المغنيزيوم المغنيزيوم تكافؤة 2 لانه هو من عناصر الزمراء الثانية الكلور تكافؤة احادي فمعناته طالما تكافؤاتها المتساوية سيصير فيه تبديل سيصير هون واحد وهون اثنين فاذا عدد ذرات المغنيزيوم سيكون واحد والكلور سيكون اثنين فهيك سيكون النواتج والخطوة البعدة هي الموازنة فعندنا هون المغنيزيوم واحد هون واحد السيليكون هون اربعة هون اثنين فبنا نضطر نضرب هون بتنين وشان يتوازنوا سيصير هون مغنيزيوم مضروب بتنين والكلور مضروب بثنين فثنين نضرب المغنيزيوم صار هون الكلور ثنين ضرب اثنين اربعة هون اربعة والسيليكون ما صار عليه تغيير المعادلة الاخيرة اللي هنخدم فيها الدرس هي تفاعل غاز الامونيا مع غاز كلوريد الهيدروجين هذا التفاعل عنا فخلينا نشوف شلو ممكن نكتب هاي المعادلة غاز الأمونيا هو من المواد الشهيرة ودرسنا صيغتها هي NH3 غاز كلوريد الهيدروجين صيغته HCl صيغته هي نفسه صيغة حمض الهيدروكلوريك ولكن الفرق أنه حمض الهيدروكلوريك هو عبارة عن محلول لغاز كلوريد الهيدروجين بالماء يعني أنا غاز كلوريد الهيدروجين منحله بالماء فمنحصل على شيء اسمه حمض الهيدروكلوريك أما قبل ما تم عملية امتصاصه بالماء ويكون بشكل غاز بنسميه غاز كلوريد الهيدروجين الهيدروجين تكافؤ واحد والكلور تكافؤ واحد راح الواحد مع الواحد الصيغة هي HCl فخلينا نكتب الطرف الأول من المعادلة فالتفاعل هون هو تفاعل اتحاد لحيتحد الأمونيا مع غاز كلوريد الهيدروجين لحيعطونا كلوريد الامونيوم NH4CL درسنا هذا التفاعل لما حكينا عن طرائق الكشف عن الأمونيا لأن الأمونيا لما يكون غاز موجود بالجو مع غاز كلوريد الهيدروجين بيتفاعل ويعطينا أبخرة بيضاء كثيفة من كلوريد الامونيوم حسب التفاعل بهذا الشكل فالأمونيوم تكافؤ أحادي والكلور تكافؤ أحادي فالواحد مع الواحد حيروح لح نحصل على كلوريد الامونيوم بالنسبة للموازنة تفاعل موزون عندنا هون الهيدروجين ذرة واحدة هون ذرة واحدة الهيدروجين هون فيه ثلاثة وهون واحد فصاروا أربعة الطرف الثاني فيه عندنا أربعة درسنا هون ذرة واحدة وهون ذرة واحدة فهذا كان بالنسبة للتفاعلات الكيميائية معناتها لحتى أحسن اكتب تفاعل كيميائي صح لازم يكون حافظ الرموز والتكافؤات وأحسن اكتب صيحة كيميائية صحيحة وبالنسبة لنواتج تفاعل ممكن يكون فيه تفاعلات بسيطة أنا أحسن أتوقعها وممكن فيه تفاعلات تكون أصعب بشوي فبهي الحالة بدنا نكون حافظين المعادلة حفظ أتمنى تكون أمور واضحة والسلام عليكم ورحمة الله